لأكثر من مرة يكشف الأمن القوم العربي أمام الاعتداءات الإقليمية وتصبح عواصم خليجية في مرمى الاستهدافات وتلك نتيجة طبيعية للحسابات الخاطئة والرهانات الخاسرة وغياب الرؤية الاستراتيجية في بيت السلطة لدى تلك العواصم التي مكنت إيران منها وساعدت في لف الحبال حول أعناقها فانجرار الرياض للطابع المذهب في صراعها المحموم مع طهران أوصل إيران إلى المنطقة دون تذاكر عبور وغدت أجزاء من الجغرافية العربية منطلقا للتهديدات التي تطال الخليج ليتضح أن السعودية ارتكبت خطيئة استراتيجية كبرى باعتمادها على ذات الوسائل التي تستخدمها إيران في اختراق الأمن القوم العربي وما كان أغناها عن ذلك لو لا الخوف غير المبرر من الهوية الجامعة لكل العرب بكل مذاهبهم وطوائفهم وأعراقهم الخوف من الهوية العربية الجامعة أتبع أيضا بجملة من الحسابات الخاطئة مع دول الجوار بدءا من العراق وليس انتهاءا باليمن الذي ترفض السعودية خلاصه من حالة الاحتراب خوفا من أن يصبح يمنا قويا آمنا ومستقر ناهيك عن إصرارها الدائم على تصميم يمن هش رغم أن الشواهد كلها تؤكد أن فكاكها من الكماشة الإيرانية لن يتأتى إلا بدعم الدولة الوطنية في الجوار العربي في الجانب الآخر تتحرك الإمارة التي أصبحت هي الأخرى ساحة لامتداد الخطر الإيراني بوسائل لا تقل كارثيتها عن الوسائل السعودية لا تعترف بالهوية العربية كمرجعا لها ولا ثوابت أصيلة تعتمد عليها في العلاقات الخارجية وترى أن فائض المال قد يمكنها من شراء أعدائها وإعادة صياغة التحالفات في المنطقة من عديد من المتناقضات والمنطق يقول أن أبوظبي لن تصل إلى غايتها بأن تصبح القوة الرئيسة في الإقليم لأن في ذلك قفزا على حقائق الجغرافية والتاريخ وعوامل القوة الأصيلة وهذا ما جعل وزير الخارجية الإمارات يجري اتصالا بنظيره الإيراني في الوقت الذي تتعرض فيه العاصمة أبوظبي لتهديدات متلاحقة من الميليشيا المدعومة من طهران اتصال قد يقرأ من زوايا عدة اعتمادا على أبعاد توقيته